إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد اعلموا أن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر العمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة في دين الله ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين يقول رب العالمين تبارك وتعالى عن يحيى بن زكريا عليه السلام قال الله وسلام عليه يوم هولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا وعيسى عليه السلام قال والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا لو سألت نفسك لماذا ذكر ربنا هذه الثلاثة المواطن هذه ثلاثة مواطن ذكرها ربنا عند الولادة وعند الموت ويوم البعث لأن هذه المواطن هي مواطن الوحشة الوحشة تكون في هذه الثلاثة المواطن عند الولادة فترى الصبي إذا خرج من بطن أمه يصرخ باكيا وهكذا إذا خرج من الدنيا نزل به من الهم والكرب والغم ما الله به عليم وإذا بعثه الله تبارك وتعالى من القبر لاقى ما لاقى فعند الولادة فارق مكانه وعند الموت شاهده ناسا لم يرهم من قبل وإذا خرج من قدره لا يدري أين مصيره إلى اليمين أم إلى الشمال إلى الجنة أم إلى النار يقول رب العالمين تبارك وتعالى في كتابه الكريم نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين قدر الله الموت جل وعلا ولم يسبق إلى ذلك فهو الذي خلق وهو الذي يحيي ويميت سبحانه وتعالى يقول رب العالمين في كتابه الكريم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا فبدأ بالموت قبل الحياة لأن الموت هو الأصل هو الحياة الدنيا طارئة وإلا الحياة هناك أما الدنيا فهي دار ممر الناس يعمرونها إلى الله تبارك وتعالى فالموت هو شيء محسوس شيء موجود الناس يحسونه ويذوقون يقول رب العالمين في كتابه الكريم مبينا أنه لا ينجي من الموت أو لا ينجو من الموت هارب ولا يرد الموت راد قال سبحانه في كتابه الكريم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون أين المفر أين تفر أين تذهب أين ما ذهبت فهو لاقيك هو وراك هو يطلبك طلبا حثيثا وطلبا جادا وأنت في غفلة أنت تفر وهو يلاقيك ثم ترد إلى ربك سبحانه وتعالى يقول رب العالمين في كتابه الكريم فلولا إذا بلغت الحلق وأنتم حينئذ تمرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الظالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا له حق اليقين يا معاشر المسلمين ورب العرس إننا لفي غفلة إلا من رحمه الله قال الحسن قال الحسن السكين تحد والكبش يعلق والنار يسجر وأنا وأنت هو ذاك الرجل هو ذاك الرجل استهوذت الغفلة على قلوبنا فصرنا كأننا مخلدون كتب الموت على القتل فكم فل من جيش وأفنى من دول دول وأمم المقابر مليئة الأمم لا يحسيها إلا رب العالمين هي ساكنة القبور هي مرتهنة بأعمالها يقول رب العالمين تبارك وتعالى وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد أتعلم ما معنى السكرة أتدري ما هي السكرة إنه عارم وانفصال بينك وبين روحك بينك وبين روحك تصير في سكرة لا تعي ولا تعقل ولا تفهم ربما إذا خطبت لا تستطيع أن ترد الجواب وإذا خاطبت لا تستطيع أن تسمع الرد إذا هي سكرة وأي سكرة أبو بكر الصديق رضي الله عنه دخلت عليه ابنته عائشة وهي تقول وهو في سياق الموت كل مرئ مصبه قالت وهي لما دخلت على أبيها لعمرك ما يغني الثراء عن الفتاة إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر فقال يا بني ليس كذلك وإنما قال الله وجاءت سكرة وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد يا لها من سكرة يا لها من غيبوبة يا لها من حسرجة إذا ارتفعت النفوس وصارت إلى التراقي من لولك إلا الله إلا الله تبارك وتعالى قال رب العالمين كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والكفة الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق ما هي التراقي إنها العظام القريبة من النحر إذا وصلت النفس وحشرجت هنالك يحصل الاقتراب ويشتد النفس وتتحرك النفس في جسد صاحبها وقيل من راق أي هل من مداوي وهل من معالج وهل من طبيب لا ينفع الطبيب بفده ولا المعالج بعلاجه ولا الراق برقيته إن قطع الأجل واستكمل الإنسان العمر فهو راجع إلى الله تبارك وتعالى يقول رب العالمين سبحانه وتعالى في كتابه الكريم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن سحسح عن النار وأنخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور انظر إلى كلام ربك ذائقة المرارة مرارة مرارة الموت هي صعبة هي صعبة جدا هي أصعب من العلق يتجرعه المحترر إذا نزلت عليه ملائكة رب العالمين سبحانه وتعالى يقول رب العالمين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كلب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ظلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين سبحان رب العالمين إذا نزلت الملائكة ملائكة رب العالمين الذين يتوفون الإنسان قل ليتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون تأتي الملائكة وتقفوا عند رأس المحترر وتنادي نفسه اخرجي وإذا بها تخاف وتنزعج وتضطرب وتصاب بالقلق والفزع لا تخرج إلا وهي كارهة إلا وهي كارهة يقول رب العالمين في كتابه الكريم ولو ترى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ملك الموت قائم عند رأسه وقد خافت منه النفس وتفرقت منه الروح وإذا بها تفروا فماذا يصنع وماذا يعمل أتراه أنه يأتي لها يأتي لها بالضيب لا إنه يرفع يده ويسكها يسكها سكا يضرب على وجه هذه هذه هذا الجسد وهي تغوس ويقلب على ظهره ويضرب دبرا يقول رب العالمين ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم الملائكة تحتاج إلى الضرب تحتاج إلى إلى ضربهم ولا حول ولا قوة إلا بالله معاشر المسلمين يقول رب العالمين في كتابه الكريم وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عطوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا من الذين يرون الملائكة إنه المحتضر إذا نظر إليهم وشاهدهم وقد هجموا عليه وقد دخلوا إلى داره بدون إذن ماذا يقولون له يقولون حجرا محجورا أي منعا منوعا لا بشرى لكم لا راحة لكم لا ثواب لكم أنتم تبشرون بالنهر وهم في هذه الحياة الدنيا مالك ابن دينا ذكروا عنه أنه أتى إلى القبور فقال أتيت القبور فناديتها أتيت القبور فناديتها فأين المعرم والمحتقر وأين المدل بسلطانه أي المفتخر وأين المدل بسلطانه وأين المزكى إذا مفتخر تنادوا جميعا فنادوا جميعا فما مخبر وماتوا جميعا ومات الخبر أيا سائلي عن أناس مضوا أمالك فيما مضى معتبر تروح وتغدو بنات الخراء أتدري ما هي بنات الخراء إنها الدون إنها الدون ترتعي عليك وعلى جسدك ترتعي وتأكل وتتغذى تروح وتغدو بنات الثراء وتنحو محاسن تلك الصور وتنحو محاسن تلك الصور إنها تذهب يا أخي وفقك الله لماذا هذا الكلام من أجل أن نرفع الغفلة وأن نقرب من الله سبحانه وتعالى يقول رب العالمين سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وأنه هو أمات وأحيا أمات الله وأحيا الله وهو الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى الملائكة تنزلوا وتنزعوا الروح يا له من نزع شديد عظيم إنه نزع يقطع العصب إنه يقطع المفاصل لا يحس به إلا من لاقه يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا ما هي النازعات إنها ملائكة إذا جاءت وتنزع الروح تنزعه نزعا شديدا معاشر المسلمين رسول رب العالمين عانى وعالج من النزع وتألم بأبيه وأمه ألما شديدا وهو رسول الله وهو خير خلق الله جاء من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا بركوة أي بإناء فيهما وجعل يدخل يده في الإناء ويضع ويضع يده ويمسع على وجهه الكريم ويقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات إن للموت لسكرات اللهم بالرفيق الأعلى ورفع يده الشريفة ومالت يده قالت فلا أكره شدة الموت لأحد بعد رسول الله أي إذا كان رسول الله قد لقى من الشدة والألم فلا أكره العلم بعد رسول الله له لأن العلم ليس معنى ذلك أنه لا يتألم إلا الكافر إلا المنافق لا يتألم حتى الأنبياء وهذا رسول رب العالمين سبحانه وتعالى يقول رب العالمين جل وعلا في كتابه الكريم أينما تكونوا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة ولو كنتم أينما كنتم في قصور عالية وفي أماكن حصينة محصنة الموت والصال الموت آت إليكم يقول رب العالمين تبارك وتعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فلا يبقى إلا الله الجن والإنس يموتون ويلاقون الله ويجازون بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شر فشر أقول ما قلت وأستغفر الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد معاشر المسلمين نحن نموت في كل يوم وليلة لكن من المتائر ومن المعتبر هذه الوفاة هي الوفاة الصغرى التي تدل على الوفاة الكبرى هي النوم يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم الله يتوفل أنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أين المتفكرون وقال جل وعلا وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ثم يبعثكم فيه وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أخذ مضجعه قال بسمك اللهم أموت وأحيا وإذا استيق وقال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور وإليه النشور فهذه وفاة هذه وفاة تدل على تلك الوفاة يا معاشر المسلمين إن رب العالمين جل وعلا لم يكتب الخلد لأحد وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن ميت فهم الخالدون الموت هو مصيبة مصيبة كبرى ومعظلة ومعظلة عظيمة يقول الله إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت هو مصيبة فلا مصيبة أعظم من هذه المصيبة التي تنزل بكل أحد ولا يبقى على وجه الأرض أحد كلنا راحلون وراجعون إلى رب العالمين اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرغون نحن في غفلة نحن في غفلة وراح المني تضحن الأول فالأول أتظن أن الناس يموتون من أجل أن تحيا ومن أجل أن تبقى هم المتقدمون والسابقون ونحن اللاحقون نحن بعدهم نحن بعدهم يا معاشر المسلمين الموت الموت له فزع له فزع وأي فزع فبزع منه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم روى الشيخان عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقال إن الموت فزع إن الموت فزع فإذا رأيتم فقوموا إذا رأيتم الجنائز فقوموا يا أخي نحن نحن والله نحن والله في قسوة وفي غفلة عما يراد بنا يقول رب العالمين في كتابه الكريم وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحمرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم مرزخ إلى يوم يبعثون حاجز وهو القبر إلى يوم القيامة ويقول رب العالمين يا أيها الذين آمنوا لا تلهق أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يثبتنا حتى الممات اللهم ثبتنا بالقول ثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة اللهم هون علينا سكرات الموت اللهم هون علينا سكرات الموت يا رب العالمين اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نعون بك أن يتخبطنا الشيطان عند الممات اللهم إنا نعون بك من ذلك يا رب العالمين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا واسعا وشفاءا من كل داء اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وحمي حوزة المسلمين اللهم آمنا في دورنا واجمع قلوبنا على الحق والهدى اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم والحمد شكرا للمشاهدة وغلإني شكرا للمشاهدة